وفي مجال اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتكريس الفن للنهوض به تكثف وزارة الثقافة من نشاطاتها بالداخل والخارج بالفعل فقد احتفلت الأكاديمية المصرية للفنون بروما بعيد الموسيقى العالمي في حفل كايروستابس بحضور وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم كضيف الشرف وأبدت الوزيرة ساعدتها بمشاركاتها الجمهور في إيطاليا الاحتفال بهذه المناسبة وأكدت أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما من الأذرع الدبلوماسية الهامة لقوى النعامة الوطنية وتساهم في دعم وتعزيز حوار الثقافات بين مصر وأوروبا